ارتفاع نسبة السمنة خاصة لدفئة النساء غالبا ما يدفع الكثير منهن للجوء إلى الجراحة بالأساس قصوى المعدة بطرق مختلفة أصبح هدف الكثيرين إما بحثا عن الجمال أو لتخلص من السمنة وما ينجم عنها طبيعي الجراحة ديما هي الملجأ الأخير عمرنا ما نقبله وندرو العملية هذه الواحدة المحاولش ينقص في الوزن انتعه بطريقة واحدة أخرى الريسك انتع الانتربانشيون ليس جدا لكنه يوجد الريسك وليس لكي يكون احداثات لكذا كان مريض منااش راح نربح معها بزيار في العملية العملية هذه حتى يكون فيها 0.1% خطورة من ندروهاش كون مرضى سكري معرضون أكثر للسمنة من غيرهم أصبحت هذه الفئة مستهدفة لمثل هكذا عمليات خاصة أنها لا تشكل أي خطر على حياتهم بالعكس هم هذه الجراحة مع التجريبة والتي تسمى جراحة السمنة والجراحة عن الأمراض المزمينة تكلفة نسبياً بالنسبة للقدرة الشرائية تعتبر تكلفة كبيرة رغم أن أسعارها ليست في متنوى للجميع لأن عمليات التكميم المعدة باتت تلاقي رواجاً من قبل الجزائريين للتخلص من السمنة والخطر الناجم عنها